النجم العالمي عمر الشريف اسمه الأصلي ميشيل ديمتري شالهوب من موليد الأسكندرية في يوم 10 أبريل في عام 1932 وينتمي لأسرة مسيحية من شوامو مصر فعائلته لها جزور دمشقية جده لوالده هو الطبيب المشهور جور شالهوب وجد جده هو ديمتري شالهوب الذي اشترى خان الجمرق وكان والد عمر الشريف يعمل تاجرا للأخ شاب وكان يتمنى أن يعمل عمر معه ولكن عمر الشريف كان يعشق التمثيل والفنون وكان زميلا للمخرج يوسف شهين في كلية فكتوريا وقدم معن العديد من التجارب المسرحية الناجحة على خشبة مسرح كلية فكتوريا وكانت بداية مشواره الفني عندما أسند إليه المخرج يوسف شهين دور البطولة في فيلم سرع في الوادي مع الفنانة فاتن حمامة وهذا في عام 1954 وانطلق من بعد هذا الدور ليقدم العديد من الأعمال المتميزة والناجحة وفي نفس العام أيضا قدم فيلم شيطان السحراء وفيلم أيامنا الحلوة في عام 1955 مع الفنانة فاتن حمامة والعندليب الأصمر عبد الحليم حافظ والفنان أحمد رمزي وفي هذه الفترة التقى الفنان عمر الشريف بالفنانة فاتن حمامة وقدم معن لأول مرة فيلم سرع في الوادي ونشأت بينهما قصة حب كبيرة وقد غير عمر الشريف ديانته واعتنق الإسلام من أجل أن يتمكن من الزواج منها وأنجب منها ولد واحد وهو طارق عمر الشريف وقدم عمر الشريف مع فاتن حمامة العديد من الأفلام الناجحة فقد كون معن أنجح سنائي سينمائي ومن أهم أفلامهم فيلم سرع في الوادي وفيلم سرع في المينة وفيلم أيامنا الحلوة وفيلم نهر الحب وفاتن حمامة كانت الحب الأول والأخير في حياة عمر الشريف وكانت الزوجة الأولى والأخيرة بالنسبة له وقدم أيضا معن فيلم سيدة القصر وفيلم أرض السلام أما فاتن حمامة فعمر الشريف هو الزوج الثاني بالنسبة لها فكانت متزوجة للمرة الأولى من المخرج عز الدين زلفقار وأنجبت من المخرج عز الدين زلفقار ابنتها نادية زلفقار واستمرت حياة عمر الشريف والفنانة فاتن حمامة في قمة السعادة إلى أن الفنان بدأ رحلته إلى العالمية وذلك عندما قابل المخرج العالمي ديفيد لي والذي اقتنع بموهبته وقدمه في العديد من الأعمال الفنية وكان أول وأهم أعماله العالمية هو فيلم لورانس العرب والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا عند عرضه كما شارك في هذا الفيلم ابنه طارق عمر الشريف وبعد قصة الحب الكبيرة التي عاشها الفنان عمر الشريف مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وكانت ضريبة الشهرة والنجاح الذي ناله النجم العالمي عمر الشريف هو انشغاله عن الفنانة فاتن حمامة وتعدد سفرياته وبدأ يهمل زوجته وأهمل أيضا بيته وابنه فكانت دائما تحس بالفراغ لأنه كان دائما متعدد السفريات وحاولت بكل جهدها أن تستمر هذه العلاقة بدون أي انفصال ولكنها علمت تعدد العلاقات النسائية في حياته في الخارج وهذا الأمر جعل الفنانة فاتن حمامة في قمة التعسى والحزن مما دفعها إلى طلب الطلاق فورا وبالفعل تم الانفصال بينهم رسميا في عام 1974 بعد قصة حب كبيرة وزواج وعشرة عمر طويلة دامت 19 عاما كما اعترف الفنان عمر الشريف في أكثر من لقاء أنه لم يحب بعدها أبدا كما ظهر عمر الشريف مع النجمة الإيطالية الجميلة سوفيا لورين في بطولة فيلم لورانس العرب وقد جمع بينهما التفاهم والصداقة وقد انتشرت الأقاويل عن وجود علاقة حب بينهما وأن الصداقة التي جمعت بين صوفيا وعمر الشريف كانت سببا لانفصال فاتن حمامة وعندما سؤل عمر الشريف عن علاقته بصوفيا لورين كان يقول أنها في غاية الأنوسة والرقي كما أنها امرأة ناضجة وكانت في غاية التواضع في العمل وكانت تستجيب لأوامر المخرج ولا تعترض أبدا وبعد وفاة عمر الشريف نشرت سوفيا لورين على صفحتها الشخصية صورة تجمعها مع عمر الشريف وعلقت عليها قائلة ارخد في سلام يا صديقي وعمر الشريف كان متعدد العلاقات النسائية مع نجمات السينما العالمية وفي عام 1969 قابل عمر الشريف صحفية إيطالية اسمها لولا دي لوكا لإجراء حوار صحفي معه وبعد خمس دقائق فقط اختفت من حياته وبعد مرور عام على تلك العلاقة العابرة أخبرته أنها أنجبت طفلا وهذا الطفل هو ابنه وأطلقت عليه اسم روبين عمر الشريف ولكن الأب رفض الاعتراف بهذا الابن الغير شرعي أنا لا أعتبره ابني على الرغم من أنني متأكد أنه ابني وأنا السبب في وجوده في الحياة لكن في تلك الحالة من الممكن أن يكون لدي عشر ألاف ابن ويقصد بهذه الجملة أنه تعدد في العلاقات النسائية التي قام بها وبعد مرور أكثر من عشرين عاما على تلك الواقعة فوج عمر الشريف بصورة شاب يشبهه تماما منشورة في الصحف والمجلات وقال روبين في هذه الصحيفة أنه يرغب في حضور والده النجم العالمي عمر الشريف لحفل تخرجه من الجامعة وكان من الغريب واللافت للنظر في هذه الواقع أن ملامح الابن الإيطالي كانت أكثر شبها للفنان عمر الشريف من ابنه الشرعي طارق وملامح روبين عمر الشريف مطابقة تماما للنجم العالمي عمر الشريف وقد تحدث عمر الشريف وقال في حوار لصحيفة الأحرار في عام 1999 أن هذا الشاب لا يشك أنه ابنه لأنه نسخة طبق الأصل منه ومع ذلك لن يستطيع أن يكون والده لأنه يعترف بالأبوة للمرأة التي أحبها فقط وتزوجها شرعيا وأضاف أنه لم يحب والدة روبين فقد أقام معها علاقة سريعة نسيها وسط مئات العلاقات القصيرة ورغم إنكار عمر الشريف لابن روبين إلا أنه كان ينتظره بالساعات في الفندق الذي كان يقيم فيه وكان يساعد والدته بجزء من المال في كثير من الأحيان كما أنه كان يصحبه معه إلى السرك أحيانا ولكن الفتى لم يكن يريد كل هذا فكان يريد سوى اعتراف من عمر الشريف أنه ابنه ولكن هذا الأمر كان يرفضه الأب تماما وكان دائما يقول يجب أن تكون العلاقة شرعية حتى يكون الأبناء شرعيون والفنان عمر الشريف قدم العديد من الأعمال العالمية والأعمال السينمائية المصرية ومن أشهر وأهم أعماله الفنية فيلم في بيتنا رجل عام 1961 وفيلم بداية ونهاية وفيلم لوعة الحب وفيلم حب الوحيد وإشاعة حب وقد عانى عمر الشريف في الفترة الأخيرة من حياته من أمراض الشيخوخة ومنها مرض الزهايمر إلى أن توفى في يوم 10 يوليو عام 2015 عن عمر 83 عاما رحم الله الفنان الكبير عمر الشريف وأسكنه فسيح جناته وشكرا جزيلا لحضراتكم لحسن المتابعة ترجمة نانسي قنقر